موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزائنا المشاهدين هذه نشرة الأخبار المسائية من خدمة فذاك الإخبارية قتل أربعة واربعون شخصا في هجوم مزدوج بالمتفجرات في مدينة القامشل شمال شرق سوريا بحسب ما أفاد به التلفزيون الرسمي السوري ووقع أحد التفجيرين بشاحنة مفخخة بالقرب من مقر تابع لقوات الأمن الكردية في هجوم أعلن تنظيم دعش البكري مسؤوليته عنه في المدينة الواقعة بمحافظة الحسكة المحاذية للحدود مع تركيا هذا وانتشرت مقاطع مصورة عبر موقع اليوتيوب تظهر اللحظات الأولى للتفجير الإرهابي الذي تم تنفيذه بواسطة سيارة مفخخة على الطريق الواصل بين دوار الهلالية ودوار مدينة الشباب في الأطراف الغربية لمدينة القامشلي وأضافت المصادر اليوم الأربعاء بأن التفجير استهدف شعبة التجنيد فيما يعرف بهيئة الدفاع والحماية الذاتية كما استهدفت العملية الإرهابية مركزا لقوات الأسايش الكردية في المدينة من جهته أوضح التلفزيون الرسمي السوري بأن شاحنة ودراجة نارية استخدمتا في الهجوم مخلفين دمارا واسعا في المنطقة ذات الغالبية الكردية موسيقى 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 ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والتي انتهت بنحر كاهنها يوم امس ثلاثاء في الكنيسة القريبة من مدينة روين شمال فرنسا هذا ونشرت وسائل الاعلام الفرنسية صورا للمدعاد الكرميش الذي قال عنه النائب العام الفرنسي فرونسو مولانس بانه يعد احد منفذي الاعتداء الارهابي على الكنيسة الكاثوليكية مضيفا بانه كان معروفا لدى اجهزة الامن وذلك بعد فشله لمرتين سابقتين في التوجه الى سوريا وتأتي هذه التطورات في وقت دخلت فيه فرنسا حالة التأهب القصوى بعد الاعتداء الذي تم تنفيذه قبل اسبوعين بواسطة شاحنة بمدينة نيس جنوب فرنسا وهو الاعتداء الارهابي الذي تبناه تنظيم داعش البكري والذي ادى حينها الى مقتل اربعة وثمانين شخصا واصابة اكثر من ثلاثمائة وخمسين اخرين تفاصيل اخرى في تقرير محمد ابو سلطان قال النائب العام الفرنسي فرونسو مولانس لان احد منفذي الاعتداء على كنيسة سانتيان الكاثوليكية هو المدعو عاد الكرميش البالغ من العمر 19 عاما والمعروف لدى اجهزة الامن الفرنسية بعد محاولته مرتين التوجه نحو الاراضي السورية واشار مولانس بان كرميش عتقل بعد المحاولة الثانية في شهر مايو ايار عام 2015 حتى شهر مارس اذار من هذا العام موضحا بان سلطات اطلقت سراحه بعد ذلك لكنها فرضت عليه ارتداء جهاز تعقب الكتروني بهدف معرفة الاماكن التي يتردد عليها كما وسمحت له بمغادرة منزلي لبضع ساعات فقط في اليوم وبحسب مصدر قريب من التحقيق فالنشاب الذي كان لا يزال قاصرا عند محاولته الاولى التوجه الى سوريا تم اعتقاله في محطة عبور بالمانيا اما خلال المحاولة الثانية فقد كان بالغا حيث سافر الى تركيا انطلاقا من سويسرا لكنه تم توقيفه وطلده الى سويسرا ومن ثم تسليمه الى فرنسا وبحسب احد جيران منفذ الهجوم الارهابي فان كرميش كان قد تحدث حال بلوغه السن القانونية عن رغبته في مهاجمة احدى الكنائس هذا واوضح النائب العام الفرنسي بان كرميش وشخصا اخر لم تكشف هويته كان قد اقتحم كنيسة سانتيان وهم مسلحون بالسكاكين كما واحتجز فيها خمسة اشخاص قبل ان يقوم بقتل كاهن الكنيسة ذبحا في عملية تبنها تنظيم داعش البكري وكما حصل بعد اعتداء نيس سارعت المعارضة اليمينية الى مهاجمة الحكومة الاشتراكية بعد الاعتداء على الكنيسة متهمة نياها بالتراخي وعدم الكفاءة في عملية مكافحة الارهاب لكن الرئيس الفرنسي فرونسا هولاند اعلن رفضه لدعوات اليمينيين لتشديد قوانين مكافحة الارهاب معتبرا القوانين التي تم التصويت عليها منذ العام 2015 تمنح السلطات القدرة على التحرك على حد تعبيره وكان المسؤولون الفرنسيون يتخوفون بالفعل من خطة لمهاجمة اماكن دينية منذ حوالي سنة لا سيما بعد احباط خطة للهجوم على كنيسة كالوثيكية في احدى ضواحي العاصمة باريس في شهر ابريل نيسان عام 2015 حيث قامت الحكومة بعدها بتعزيز تدابير مكافحة الارهاب من اجل حماية المراكز الدينية وتعرضت فرنسا لثلاث اعتداءات ارهابية خلال عام ونصف راح ضحيتها 17 شخصا في شهر يناير كانون الثاني عام 2015 ومائة وثلاثون في شهر نوفمبر تشرين الثاني واربعة وثمانون اخرون خلال الشهر الجاري محمد ابو سلطان لخدمة فدكين الاخبارية قالت وسائل اعلام اسبانية اليوم الاربعاء بان السلطات المحلية بمدينة مليليا تجكك في الرواية التي قدمتها السلطات المغربية حول اسباب الحريق المهول الذي التهم مئات الهكتارات من الغطاء الغابوي بمنطقة ابن ينصار شمال المغرب واتهمت السلطات الاسبانية المغربة بعدم التعامل بشكل جيد مع النيران كشفة بان الحريق اندلع بسبب اقدام القوات المغربية على احراق الاغراض الشخصية لعدد من المهاجرين السريين المختبئين وسط الغابة وكانت الادارة العامة للامن الوطني قد اعلنت في وقت سابق بان الشرطة تمكنت من توقيف سبعة مهاجرين سريين ينحدرون من دول جنوب الصحراء وذلك للشباه في تورطهم في عملية اضرام النار في الغابة المجاورة للشريط المحاذي لمدينة مليليا موضحة بان ذلك تم تنفيذه لاشغال وإلهاء القوات العمومية وتسهيل عملية اقتحام المهاجرين للسياج الحديدي المحيط بالمدينة التي تخضع للادارة الاسبانية من جاهته نفى الحرس المدني الاسباني بمدينة مليليا نفى وقوع اي محاولة لاختراق السياج من طرف المهاجرين وقت اندلاع النيران وهو ما رأى فيه مراقبون طعنا للرواية التي ادلت بها السلطات المغربية جدير بالذكر بان السلطات الاسبانية قامت قبل سنوات ببناء جدار حدودي فاصل بين المغرب ومدينة مليليا بهدف وقف الهجرة السرية وتهريب السلع وهو الشيء الذي لاقى معارضة من الرباط لكونها لا تعترف بالسيادة الاسبانية على مدينة مليليا وهي المدينة التابعة اداريا الى اسبانيا وذلك منذ ان ضمتها الى اراضيها عام 1497 اكدت مصادر امنية صومالية مقتلى 13 شخصا على الاقل في تفجيرين ارهابيين قرب مطار العاصمة مقديشو وعلنت الشرطة الصومالية بان مهاجمين انتحاريين استهدف في الهجوم القاعدة الرئيسية لقوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الافريقي في العاصمة الصومالية وصرحت مصادر امنية بان الانتحاري الاول قام بتفجير سيارة المفخخة فيما حاول الثاني اقتحام القاعدة مترجلا لكن العناصر الامنية بادرت باطلاق النار عليه ليقوم بتفجير نفسه عند بوابة القاعدة ونقلت وكالة ريتز لانباع المصادر في الشرطة قولها بان قوات الاتحاد الافريقي قامت بتطويق المنطقة بعض الهجوم الارهابي هذا واعلنت حركة الشباب البكرية بان احد الانتحاريين كان نائبا سابقا في البرلمان الصومالي قبل ان يلتحق بصفوف الجماعة الارهابية التي تبنت سابقا لعديد من الهجمات على مواقع تابعة لقوات الاتحاد الافريقي كما شنت مؤخرا هجمات دامية على عدد من المطاعم والفنادق داخل العاصمة مقديشو موسيقى الوظيفية قرأ بصفوف الجماعة كثيرا لاحظي بصفوفهم الانتحاريز الانتحاريين سابقا لاحظهم الانتحاريين قطعهم من النمو هذا عدد من الاضحارة قطعهم الانتحاريين ترجمة نانسي قنقر شهدت منطقة شروان الأذربيجانية انفجارا ضخما بمصنع ذخيرة خاص بالجيش وهو ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 24 آخرين وكانت وزارة الدفاع في أذربيجان قد أعلنت في وقت سابق بأن مصنع عرازل الأسلحة تعرض لحريق كبير ليتم نقل عشرات الأشخاص إلى مستشفى المدينة وذلك بعد تعرضهم لإصابات خطيرة نتيجة تواجدهم بالقرب من مكان الحادثة هذا وأعلنت وزارة الصناعات الحربية بأن انفجار مصنع الأسلحة في منطقة شروان تسببت فيه شرارات انبعثت من كتلة وزنها 146 طن من المنتجات المخصصة لإعادة التدوير وأطافت الوزارة المعنية بأن المعلومات الأولية تشير إلى أن الانفجار وقع في مخزن المصنع بعد اندلاع الحريق في وقت ذكرت فيه وسائل علامة ذربيجانية بأنه تردد دوي الفجارات متعددة في محيط المصنع الذي يقع على بعد حوالي 100 كم من العاصمة باكو ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر قلت صحيفة ديني ميل البريطانية بأنهم من المتوقع أن تبدأ القوات الأمريكية قريبا باستخدام اللوح الطائر المعروف باسم فلاي بورد خلال المهمات الأمنية الخاصة وكان بطل رياضة الدراجات المائية الفرنسي فرانك زاباتا قد كشف في وقت سابق من هذا العام عن اختراعه الجديد الذي اسماه فلاي بورد اير والذي يعتمد على تقنية الدفع الهوائي بدل تقنية الدفع المائي التي تميز النسخة السابقة من الجهاز الطائر وتقول شركة زاباتا ريسز التي تتخذ من مدينة مرسيليا الفرنسية مقرا لها تقول بأن الجهاز يمكن المستخدم من الطيران في الهواء بسرعة تصل إلى 150 كم في الساعة وذلك بالاعتماد على محرك النفاث كما أنه يستطيع يبلغ ارتفاع يصل إلى 3000 متر فوق سطح الأرض وكان زاباتا قد قام بشخصه بتجربة جهاز فلاي بورد واستعراض امكاناته أمام العموم مؤخرا حيث وصل به إلى ارتفاع يتجاوز الكلومترين قبال السواحل الفرنسية وذلك أمام فريق تحكيم تابع لشركة جينيس والتي اعتبرت من جهتها الإنجاز المذهل بمثابة رقم قياسي جديد هذا وأوضحت صحيفة ديليميل البريطانية بأن المخترع الفرنسي قام ببيع الاختراع الطائر للمصالح الأمنية الأمريكية في وقت أكد فيه متحدث باسم قسم الكشف عن المتفجرات التابع لوزارة الأمن الداخلية الأمريكية بأن الوزارة توقعت فعليا اتفاقية للحصول على جهاز فلاي بورد وهو الجهاز الذي ذكر الكثيرين بالبساط السحري الطائر المذكور في قصص الخيال كان هذا ختام نشرتنا لهذا المساء مشاهدين الكرام نذكركم أنه بإمكانكم متابعة آخر مسجدات على صفحات التواصل الشماعي لخدمة فدك الإخبارية كما أنه بإمكانكم متابعة البث المباشر لهذه النشرة عبر الإنترنت بدخولكم على موقعنا الرسمي فدك.TV نشكركم على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة